تزامنا مع أيام عيد الأضحى المبارك وبعد أن أنهت الكوادر الفنية العاملة في مصنع السقاء لصناعة شبابيك الأضرحة التابع للعتبة العباسية المقدسة أعمال صناعة الشباك الطاهر للمولى القاسم بن الإمام موسى الكاظم عليهما سلام انطلق موكب مهيب لخدمة المولى أبي الفضل العباسي عليه السلام معهم الشباك الجديد الذي يحمل في طياته عبق وأنفاس أبي الفضل العباسي عليه السلام واصطأها زيج وشعارات ولائية من قبل الجموع الغفيرة من أهالي القضاء الذين بان على محياهم الفرح والسرور استقبلنا في هذا اليوم الشباك المبارك للقاسم بن الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه هذا الشباك الذي تم صنعه في ورشة العتبة العباسية ورشة السقاء طبعا كل الأعمال في هذه العتبة موفقة وبالخصوص هذه الورشة التي اليوم أغنتنا عن أن نفكر في صناعة الشبابيك خارج البلد كنا نصنع شبابيكنا في خارج العراق الشباك السابق عمره 52 سنة صار نجمع من أهالي مدينة القاسم خلال ست ساعات في زمن السيد الجلالي رحمة الله عليه هذا الشباك الموجود بعد أن شفت شباك النور أبو الفضل عباس يعني حقيقة يعجب من كل الجوانب رحت على معمل السقاء ويا سيد أحمد الصافي صوره في تويا قلت لمولاي ردنا الشباك قال ماكم أنا ورتمنا صار 30 شهر بهذا اليوم والحمد لله والشكر تم إن شاء الله تحفة فنية أبدع فني المصنع في إنجازها كما هم عادتهم في إنجاز الصروح الفنية التي أوكلت إليهم مثل الشباك المقدس للمولى أبي الفضل العباس عليه السلام والشباك الطاهر للشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه وباب الحمد للسيد محمد ابن الإمام علي الهادي عليه السلام وآخرها شباك القاسم ابن الإمام موسى الكاظم عليه السلام الذي استخدمت في صناعته مواد دات جودة عالية وتقنيات حديثة تليق بصاحب المرقد الطاهر بعد أن تم تصنيع الشباك بفضل الله تعالى في مصانع العتبة العباسية المقدسة الشباك للإمام القاسم عليه السلام تم نقله في هذا اليوم يوم 11 ذي الحجة والحمد لله تم نقله بسلامه إلى مدينة القاسم بفضل الله تعالى اليوم تم نقل شباك القاسم ابن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام إلى سيدي ومولاي القاسم وسوف نباشر بالأعمال تفكيك الشباك السابق وتركيب الشباك الجديد بالأيام القادمة إن شاء الله وإن شاء الله سنعمل جاهدين على أنه يتم العمل بأقرب بقت ممكن خبرات متراكمة ومهارة حرفية جيدة هذا ما تمتلكه كوادر مصنع سقاء لصناعة شبابيك الأذرحة والمزارات الشريفة التابعة للعتبة العباسية المقدسة الذين استطاعوا رسم الفرحة والبهجة بين جموع الزائرين والوافدين للمرقد المقدس للمولى القاسم ابن الإمام موسى الكاظم عليه السلام من خلال صناعة شباك يليق بالحرم الطاهر وبمواصفة فنية ودقة عالية اشتركوا في القناة